زيارة النساء للقبور شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله تعالى وكذلك الشيخ بن عثيمين وبعض العلماء رحمهم الله تعالى يقولوا أن زيارة النساء للقبور من كبائر الذنوب كبيرة فالمرأة لا تقصد ولا تخرج للزيارة ولا تتبع الجنائز لذا لا تقصد زيارة أو تقصد زيارة لكن إن كانت مرة بجانب القبور تسلم عليهم ولا بأس لكن لا تخرج وتقصد الزيارة لكن إذا كانت تقصد بقائر يمكن أن تقصد سلام ويقوم بقائر الدعاء لكن لأنها تقصد بقائر الدعاء فهذا لا يمكن أن تقصد